وكانت الشرطة الفرنسية قد نفذت مداهمة أمنية لمسجد ومنزل بضحية أرجنتوي بشمال مدينة باريس دون أن يكون لها علاقة لها بالهجوم الأخير على نيس في الأثناء حالة النيابة خمسة أشخاص إلى القضاء لإجتباه فيهم بأنهم كانوا على صلة بمنفذ الدهس في نيس وأشرت إلى أن المشتبه بهم وهم أربعة رجال واربعين عاما وامرأة زودوا منفذ العملية بمسدس أطلق منه النار على شرطيين اثنين من الشاحن التي استخدمها في الاعتداء